بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويكر بالقدر كله رواه البيهقي هذا أصل عظيم من أصول الإيمان وركن جليل من أركانه العظام أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر ومحل هذا الإيمان القلب ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه منها قول الله سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا وقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقوله جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى وقوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير وقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس قال الحافظ بن حجر رحمه الله والكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في الأمور ويتناول أمور الدنيا والآخرة ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله ولهذا شرع لنا في الدعاء أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله لأن الأمور بيد الله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخنت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقنت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن ميت ولست على ذلك دخلت النار وقول عبادة رضي الله عنه لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه ولا عرف عظمة الله ولا قدر الله سبحانه حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينة قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله قال ابن القيم رحمه الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله ومن لم يوحد الله سبحانه تكون حياته وسؤونه كلها فرطا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإذا انهدم التوحيد انفرضت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله ولا ينتظم توحيد الله إلا بالإيمان بقدره وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل وأن الأمور كلها بمشيئته وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه وهي أربعة مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون قال الله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة وأن الله سبحانه كتب كل ما هو كائن في اللوحي المحفوظ قال تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وقال جل وعلا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الشاملة قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأن جميع ما وجد ويوجد فالله خالقه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إن من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته وجميع أحواله مستشعرا أنه طوع تدبير سيده ومولاه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا معاقب لقضائه وأن نتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته توطينا لهم على الرضا بقضاء الله والتسليم لما يقدر بأن يفوض العبد الأمر إليه سبحانه أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له وأن يقدر له الخير حيث كان إيمانا من العبد أن الأمور كلها بقدر الله روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غيري الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحبر الإيمان بالقدر وأن يدفع قدر الله بقدر الله ملتجئا إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحا روى الإمام أحمد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة فهو يعطي القلب قوة ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه ويذلل له الصعاب ويرزقه الله بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين فهو فائز رابح غانم في كل أحوانه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الله سبحانه عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه فهم دائما في نعمة من ربهم أصابهم ما يحبون أو أصابهم ما يكرهون وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها قال ابن ناصر الدين رحمه الله يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله وبحمده سبحانه نختم فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر